وقال رئيس الوزراء أن تحريك أسعار الوقود تفقا للجنة التسعير تلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا موضحا أن مصر واحدة من عشر دول على مستوى العالم الأرخص في تسعير السولار بالرغم من الزيادة اللي حصلت مبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص عشرين دولة على مستوى العالم ومبارح أنا يمكن تبعت بنفسي النقاش اللي حصل أن بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع لكن هناك حقيقة لا جدل فيها مصر من أرخص دول العالم من أرخص عشر دول في تسعير السولار أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إذا بصين على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية إحنا عندنا العكس في مصر لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروبسات وبيشغل وسائل النقل العام بيشغل المواتير بتاعت المية والجرارات الزراعية فبنحاول بقدر الإمكان أن احنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري